ان شاء الله درس اليوم سيكون تطبيق هذا زج المونش على هذا الشكل كما تلاحظون لدينا عدة أسماء منها كم الفراشة كم الجرس مونش دبل كلوش لاحظوا معي المسافة في هذا المونش على هذا الشكل سلص على هذا الموضين بين الماء الشكل الثاني المسافة متساوية في الأعلى وكذلك في الأسفل أول شي راح نقوم بحساب حرضة الأيبيض الخاصة بالخلف حسس على 19 سنتيم وضعها على ورق ثم راح نضيف لها حرضة الأيبيض الخاصة في الأمان بنفس الطريقة ونقوم بالحساب حرضة الأيبيض على هذا الشكل حصلت على 21 راح نقوم بأمالية الجمع نحصل على 40 سنتيم راح نقوم بتقسيم 40 على 4 نحصل على 10 سنتيمات أول شي راح نعمل زاوية قائمة على هذا الشكل نقوم بقس البطخون راح نقوم بعملية طي على هذا الشكل بشكل متلت مرة الأولى ثم المرة الثانية على هذا الشكل راح نقوم بحساب 10 سنتيم على هذا الشكل مع الرأس المتلت مع الدوران على هذا الشكل هذا الجزء راح نقوم بحدفه ثم راح نقوم باختيار طول اللي نسبني في الكوم بنسبة لي اختاري 16 سنتيم نقوم بتحديده على هذا الشكل بشكل دائمين بشكل دائري فالطريقة انا راح نقوم بقس البطخون ثم نقوم بلدها بعد طريقة نحصل على المونش الجزء اللي قمت بحدفه سنقوم بحطفه نقوم بحطفه آخر نقوم بالطي على اثنين ثم على أربعة على هذا الشكل رأس البطخون على هذا الشكل نقوم بتحديده بزاوية قائمة نضع البطخون السابق نقوم بتثبيته بالدبابيس على هذا الشكل الآن ما علي فقط نقوم بإعادة الرسم على هذا الشكل بالنسبة لهذا المونش هو عبارة عن مونش دابل كلاش أنا رح نقوم بقص البطخون اللي حصلت عليه على هذا الشكل ما رح نقوم بإزالة هذا الجزء رح نوضع علامة في الوسط على هذا الشكل هكذا يصير شكله رح نقوم برسم باقي الدائرة على هذا الشكل هكذا يصير شكلها النهائي دائرة في الوسط على هذا الشكل هدا بنسبة لموضي الأول اختارت البطخون في اللون الوردي حتي يكون هناك تمييز لموضي لا تبزوج رح نقوم دائما بالطيعة لأربعة على هذا الشكل دائما نقوم بتحديد الزاوية القائمة ثم نوضع البطخون اللي اسبق لي قمت برسمه على هذا الشكل نقوم بتثبيت ونقوم برسم هاد ربع الدائرة على هذا الشكل وكذلك اسفل البطخون نقوم بقص الشكل اللي حصلت عليه على هذا الشكل دائما نقوم بتحديد الوسط نقوم بتحديد المنتصف على هذا الشكل بالنسبة للبطخون اول والتاني لاحظوا ان المسافة متساوية لابينما في البطخون الوردي رح نقوم بتغيير المركز نقوم بتحديد هاد الخطوط ثم نقوم بتعيين المركز المركز الجديد بالنسبة لي رح يكون هو هاد المكان رح نقوم برسم زاوية قائمة على هاد الشكل ثم رح نقوم باعادة طي حتى نقوم بتغيير مكان المنتصف على هاد الشكل بهالطريقة كنحصل على منتصف جديد الان ما عليغ نقوم بوضع بطخون السابق نقوم برسم شكل دائرة اللي عندي في الوسط على هاد الشكل نقوم برسم باقي أجزاء الدائرة على هاد الشكل وكده يصير شكله بعد ما قمت بتغيير منتصف لاحظوا المسافات انهم غير متساويين بينما في البطخون الأول ان المسافات متساويين الآن رح نقوم بقص دائرة في الوسط على هاد الشكل نقوم بحذفها هذا المونش الأول لاحظوا نفس المسافة بالنسبة للدائرة الثانية الآن رح نقوم بحذف الدائرة الثانية بهذا المونش الوردي على هاد الشكل أول شي رح نقوم بتعيين المنتصف الخاص في الكاتيف وكدلك المنتصف الخاص أسفل حربة العباد رح نقوم بتثبيت المنتصف الأسفل على هاد الشكل ثم رح نقوم بعمل لبلي بالطريقة نفس الشيء في المكان المقابل أي الخلف نقوم بعمل لبلي على هاد الشكل نقوم بتثبيت المنتصف ثم نقوم بتقسيم لبلي الآن نقوم بتنفيذ هذا الموضيل الظهرة للصورة كما تلاحظون هذا هو البطحون الخاص فيه على هاد الشكل نقوم بعمل الشيء في الخلف وبهذا الطريقة نقوم حصلت على هاد المونش كما تلاحظون كل ما كان توب خشين وواقف يظهر الموضيل بهذا الطريقة يكون واقف على هاد الشكل وما يكونش نتجه للأسفل بالنسبة للموضيل الثاني سنقوم بتعيين المنتصف الخاص بالكتيف وكذلك المنتصف الخاص بحضرة عبض على هاد الشكل أي نصف دائرة نقوم بتثبيت الكتيف الآن نقوم بتطبيق هاد الموضيل الظهرة على الصورة كما تلاحظون وكذلك حضرة العبض من الأسفل على هاد الشكل نقوم بتثبيتها ثم نقوم بتقسيم أو توزيع ليبلي خاصين في الأمام وكذلك ليبلي خاصين في الخلف على هاد الشكل دائما نتابع الاتجاه ليبلي يكون دائما بشكل معاكس في الجهة المقابلة على هاد الشكل حتى نحصل على التماثل بالشغل كما تلاحظون نقوم بتطبيق المسافة على هاد المومش بهاد الشكل كما تلاحظون لاحظوا المسافات الخاصين في الأعلى والأسفل لأنهم الآن صاروا متويين رغم أن البطخون مكانش مصوم بالتساوي ودوج شكل نهائي بسبب هاد المومش على هاد الشكل المومش الأول بالنسبة لهاد الموضيل اللي ظهر في الصورة كما تلاحظون فقط راح نقوم بإزالة هاد بلي حتى نحصل على هاد الشكل نقوم فقط بتطبيق المومش مع حردة الأبيض الأمام والخلف نختار المستوى اللي نسبني على هاد الشكل بإمكاني ترك الموضيل على هاد الشكل أو عمل لبلي أو عمل للاستيك فهذا المكان تبقى مسألة اختيارية فقط بالنسبة لها نقوم بوضع لبلي على هاد الشكل راح تلاحظون الفرق بين هاد الموضيل والموضيل السابق أنه نفس العملية فقط أنه ما قمش بتثبيت المومش على الكاتف تلاحظون نفس الشكل وبهذا البلي في هاد المكان بالنسبة لهذا الموضيل الثاني نفس العملية اللي قمت فيها في الموضيل السابق راح نقوم بتثبيت المومش بدون البلي في الأسفل على هاد الشكل نختار المسافة اللي تناسبني في القوم ثم الباقية راح نقوم إما بتركوه على هاد الشكل أو عمل للاستيك أو عمل لبلي تبقى مسألة اختيارية للآخير كنحصله على نفس النتيجة راح نقوم بالنسبة لي بوضع لبلي على هاد الشكل وبهذا الطريقة كنتمكان مع عمال عدة موضيلات فقط باستعمال نفس البطقون أو بالأحراف فقط تغيير المركز كنت تغيير نتيجة كذلك موسيقى Nursing شكرا